خلنا نروح مع حضراتكم في البداية في أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الرياضية وهو موضوع التحكيم خلونا نرجع لورا شوية ونحكي الموضوع من بدايته ونقول ما بين السطور في هذا الموضوع يوم الجمعة الماضية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي كانت المباراة رحل التعادل الإيجابي 2-2 وفي الوقت السابع من الوقت بدأ للضائع في ده 97 في نهاية المباراة كابتن محمد عادل في كرة كان يعني شاف إنه مفاش أي حاجة في المباراة لكن حكم الفار الكابتن ميدو سلامة استدعى الكابتن محمد عادل وهو قال إن الكرة فيه ركل الجزاء كابتن محمد عادل رحل الفار وبدأ يحصل حوار مع الكابتن ميدو سلامة الكلام اللي قاله الكابتن محمد عادل قال له يا كابتن ميدو الكرة مفاش حاجة أنا شاف الكرة طبيعية جداً الكرة خبطت في الأرض جات في إيد اللاعب ايد اللاعب طبيعية الكرة لا ترتقي ان يكون فيها ركلة جزاء وده الكلام اللي قاله الكابتن محمد عادل وقتها في الكرة من الطبيعي لما الكابتن محمد عادل حكم الساحة اللي شاف اللقطة كده وقالها كده وحللها وبررها بالشكل ده انه ينزل الملعب ويحتسب الكرة مفيهاش حاجة لكن الكابتن محمد عادل نزل الملعب وعكس الكلام اللي قاله احتسب ركلة جزاء يا ترى هل ركلت الجزاء اللي احتسبها كابتن محمد عادل نتيجة تأثير ضغوط عليه من كبل الجهاز الفني لنادي الزمالك كان وقف بيعترض ولا بالنسبة لجماهير نادي الزمالك ولا كان عايز يرضي نادي الزمالك ويطلع المباراة خاصة انه احتسب ركلتين جزاء على الزمالك فكان عايز يعوض الزمالك في كرة هو من وجهة نظره في الاول ما كانش فيها حاجة لكن كلامه تغير بعد كده هل الضغوط قصرت عليه انا هنا مقولش مبرر لكن حكم الساحة لازم يكون قاضي في الملعب بيحكم باللي هو شايفه بما يرضي الله وهو ده اللي قاله وبرره وانتهت المباراة وفاز النادي الزمالك واخد اول ثلاث نقاط غير مستحق تاني يوم شفنا صحفي شاطر صحفي مجتهد الاستاذ احمد عبد البسط في برنامج على ام بي سي مع اعلامي كبير الاستاذ ابراهيم فاية او الكابتن ابراهيم فاية هم اول ناس فجروا الاضية واول ناس اصحاب انفراد في هذا الامر دي تحسب ليهم علشان ان بي واحد صاحب انفراد والنهاردة صلت الضوء على شيء مهم جدا بنعاني منه سنوات طويلة خلال السنة اللي فاتت موضوع التحكيم النهاردة لما يرمو طوبة في المياه الراقدة وتبدأ المياه تتحرك والناس تبدأ تتكلم على هذا الامر لازم نحييه قالوا استاذ احمد عبد البسط والكابتن ابراهيم فاية بدأت الناس تقول لا ده الكلام اللي قاله احمد عبد البسط غير صحيح بدأت كلام الناس تقول لا ده الكلام صحيح بعدها بيوم ايضا احمد عبد البسط في نفس البرنامج مع كابتن ابراهيم فاية نشروا المحادثة ونشروا الفيديو اللي حصل الحوار فيه ما بين الكابتن محمد عادل والكابتن ميدو سلامة الكابتن محمد عادل تاني يوم بعد ما شاف المحادثة وبدأت تنتشر وظهرت على القنوات وبدأت تظهر على السوشيال ميديا تقدم ببلاغ في النيابة العامة ده الامر هنا عايز اقف عند نقطة مهمة لاتحاد المصري لكرة القدم فينه من الموضوع الموضوع حصل يوم الجمعة في المباراة تاني يوم بدأت الحقائق تظهر على العلن للجميع لاتحاد المصري لكرة القدم اللي اتحرك مبرح بس واحنا النهاردة الخميس يوم الاربع فينه حوالي اربع خمس ايام فينه من هذا الامر هو لجنة الحكام دي تابعة المين مش تابعة لاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة لما حكم بالنسبالك بيدان بكلام صعب جدا النهاردة انت فينك فينك النهاردة انك تجيب الفيديو ده وتبدأ تحاق فيه وتعرض الامر على اللجنة القانونية في الاتحاد المصري علشان يكون فيه تحقيق لو الحكم ليه حق توقف جنبه توقف جنب حكامك طب لو الحكم مدان لا لازم النهاردة يكون ليك وقفة ولازم يتم اقاف ولازم يتم توجيه الشكر للجنة الحكام هو ده اللي كان مفروض الاتحاد المصري لكرة القدم يعمله من اول لحظة لكن ساب الامور كعادته دايما لما بتحصل مشكلة وبيحصل كلام وبيحصل لغة الاتحاد المصري لكرة القدم دايما شاهد ما شافش حاجة عفين مصرحيت شاهد ما شافش حاجة حاجة كده يعني بيجي دايما متأخر ولما بيجي بتبقى القرارات هزيلة وضعيفة وللأسف يعني ما بتكون ما بينكونش على قدر الحدث الموجود دلوقتي فيه اجتماع للاتحاد المصري لكرة القدم عشان بيدرسوا الامر القرار اللي هيطلع او محتمل انه يطلع والاجتماع من اربع ساعات هو توجيه الشكر واقالة لجنة الحكام النهاردة لو معناه لو القرار طلع كده يبأزا النهاردة الكلام اللي قاله الستاذ احمد عبد الباصل والكابت ابراهيم فئ هو كلام صحيح واذا التسريب اللي تم يبأى النهاردة عشان هم زعلين من كلمة تسريب النهاردة لا احنا عايزين نشوف من اللي صرب وسابين المشكلة سابين جوهر المشكلة المهمة عندنا ان فيه فرقة ظلمة فيه خطأ فادح فيه النهاردة ضمائر واحد ضميره النهاردة قال كلامه طلع عامل كلام غيره سابوا جوهر الموضوع ان الكابت المحمود الخطيب في اجتماع ربطة الاندية في شهر سبتمبر وبعديه كل الاندية طلبه بوجود خبير اجنبه عشان التحكيم وسايبين المواضيع ده كلها المهمة ورايحين لمين صرب الفيديو النهاردة لو انت خدت قرار دلوقتي يبقى اذا النهاردة اللي صرب الموضوع هي لجنة الحكام هي لجنة الحكام يبقى مالوش تفسير غير كده الامر التاني النهاردة بيقال او بيشاع ان اللي جاي الكابتن وجيه احمد ده اللي بيقال خلال اليومين اللي فاتوا خلال النهاردة وخلال امبرح بعد اعلان الاتحاد المصري عن اجتماعه اللي هيجي يدير الاتحاد المصري بشكل مؤقت كابتن وجيه احمد ازاي انتو ناسيين ناسيين فضاحة كابتن وجيه احمد اشتركوا في القناة